السلام عليكم هنتكلم النهاردة مع بعض عن جزء من الماضية بتاعت الشورياترك الوهمة اللي احنا بنشوفها كتير في الاشخاص المسنين اللي هي ايه الفيكال امباكشن طيب يعني ايه فيكال امباكشن المفروض ان احنا باعتنا النهاردة هنتكلم مع بعض على اول حاجة دفنيشن يعني ايه فيكال امباكشن نقصد بيها ان احنا يكون عندنا في موجودة في الكولم او في الريكتر ومش قادرية مش قادر الشخص يعمله باعتموم خدف كان يو другه بدون قادرية مش قادر بتنام الكولم ايه فوقه كلها فشون يBir atraviesparkتشن او في الريكPe concentrating ليم يعنيuran قادر surg procedur علم نهاردة مش قادر به ان قادرية تحملك بتطبيع الفيكال اتجه خدف templates علم نكشر كانوا بتاعت ندا فيه مرحلك الفيكال ان غير ف Çلوهة لرحلة هي منaza على دون ايه coaching مرحلة متقدمة ستحدång بالكولم ايه نحن في المرحلة دي في الخانس مواجئة في ايه الكولوم او في الريكتوم. نش هيقدر يعمله باشنك اوت. البروبلم دي طبعا سفير جدا وممكن تعمل لنا جريب المس وممكن تعمل ديس كمان لو ما تعال جيتش. طبعا صعب لنا الهائي فيكال امباكشن موجود في يونج ايج فيكال امباكشنز كومن في الاشخاص اللي هم المسنين وخصوصا الاشخاص اللي هم عندهم باول بروبلم. الصورة دي هتوضح لنا الكلام اللي احنا بنقوله. يعني ايه فيكال امباكشن. ادي كده السمول هنتستين. عندنا لاري انتستين. ديسندين كولوم. وهدي الريكتوم. وهي اللي هو انس. لو احنا بصينا لايه ان احنا عندنا الريكتوم هنا في ديليتت بالسطول. والسطول كمان باشنك موف او موفينج باك. ليه اللي هو الكولوم. ادي الستول محتبس في الريكتوم وهي اللي هو الكولوم. وده اللي انا اصب به الفيكال امباكشن. طيب. الصورة اللي بعدها برضو. بتوضح لنا الشكل اللي هو امباكتد ستول. الصورة اللي قدامنا دي بتوضح لنا الشخص اللي هو او المنظر اللي هو النورمل. ادي شايفين ادي منطر لدر. ودي رسرا. ليتروس. الريكتوم طبعا اخر حاجة. دي في السورة اللي هي نوربل. لو بصينا على اللي هي الامباكتد. هنلاقي ان احنا عندنا في فيكال ماسس منقودة في الريكتوم. ودي عملنا الاوبستراكشن. دي اليونوري اوتفلو. حتى احنا لما هيجي نتكلم بعد كده على السمتوم بتاعة الفيكال امباكشن. ان احنا ممكن يحصل عندنا يورين روتينشن. مهم جدا في اي حالة يورين روتينشن. اللي لازم اعمل افالواشن. ليه هو الفيكال امباكشن نفسه. يعني لما يجيلي شخص الالد اللي عند يورين روتينشن. اتأكد ان البيشنت ده ما عندوش كمان فيكال امباكشن. دماغ? نبدأ بس عشان نفهم يعني ايه يعني ايه فيكال او يعني ايه فيكال امباكشن. يبقى احنا كده قلنا اول حاجة. الفيكال امباكشن ان انا عندي فيه لارش هارد ستول امباكشن او يعني اشتاقنج في اريكتوم او فوي الكولن. ومش قادرين ملعب بوشنج اوت. وعرفنا ان هو في الالدولي. وعرفنا ان هو طبعا بين لنا مشاكل ممكن يوصل لغاية الدش لو ما تعالجش صح. طب ايه هو الاسباب? ان احنا عندنا في الناس اللي هما الالدولي. وبعض الاسباب وهنقولها ده زي ما هنقولها تلوقتي بس اكتر سبب مهم جدا جدا هو الكنستباشن. وهنا قلنا الكلام ده في محاضرة الكنستباشن. ان احنا عندنا بيحصل نتيجة الايه الكنستباشن. لما الشخص بقى الكنستباتت مدة طويلة. هتبدأ ان الباول موفمينت مش هتبدأ تتحرك. وطبعا خصوصا لو الشخص ده ما خدش علاج. هنخش بعد كده في الفيكال امباكشن. عشان كده لما نتكلم على بتاع الفيكال امباكشن بتساوي ان انا بريفنشن ليه الكنستباشن. طب الحاجة التانية هي. طبعا احنا قلنا في محاضرة الكنستباشن. اللي احنا نخلينا الميداكال تريتمينت او هي الاكستوف. هي الاستشوائز في تريتمينت بتاع الكنستباشن. ان احنا قمنا بنعالج الكنستباشن الاول باللايفستايل الاول. البروغرام بتاع اللايفستايل بتاع ان يبقى عامل ازاي. ان احنا. ان انا ازود مثلا زي ما قلنا قبل كده. ان ازود الووتر. ازود اللي هو الفايبر. اقل ازود اللي هو بريفوسي. يكون فيه ريجلر باول هابت بعد اللي هو الميلز. كل ده عشان اقل الاستخدام اللاكستوف. لان استخدام اللاكستوف نفسه لو احنا استخدمناه لمدة طويلة هيبقى ليه تأثير عكسي. ايامل فيك الامباكشن. لان مع الوقت الباول موفمينت نفسها مش هاتل رسبونتس دي اللي هو اللاكستوف نفسها. فبالتالي هيبدأ يحصل اكيميوليشنز اللي هو الستول في الكولن او في الريجتوم. ويحصل لنا فيك الامباكشن. امام? يبقى السبب التاني هو استخدام اللاكستوف يعني استخدامتها بغرعات كبيرة. وقت ما نحتاج نستخدم اللاكستوف. بيبقى طبعا بنختارها حسب الفيزيشن. بنبعد عن استخدام اللي هي الوتيسي ميديكيشنز. ولازم بنستخدم النوع المناسب حسب كل حالة. وكمان بلازم اننا بيبقى بعد استشورة بتاعي ومنستخدمها اصر مدة ممكنة. تمام? يبقى الاسباب تاني اول حاجة هو السبب المهم. الحاجة التانية اللي هو استخدام الوتيسي ميديكيشن. طبعا اكتر ميديكيشنز ممكن بتعمل لنا ودي مشهورة جدا اللي هي الاوبيايد. بتاع الاوبيايد اخطر هو الوتيسي ميديكيشن. وطبعا للاسف الاوبيايد بنستخدمها نحن لدينا فجرعات كبيرة. او يعني بنستخدمها كتير في الاشخاص اللي هو المسنين. نتيجة يعني مثلا بعض الاوبيايد بيحصل في الاشخاص المسنين ممكن نحن بتاعي استخدام الاوبيايد. فطبعا الاوبيايد لما بنستخدمها بتقلل على الديجيشن. وبتصدق ان هي تعملينها فيك الامباكشن. عشان كده لما اخذ من باشي انت عانت فيك الامباكشن. ده لازم اعمل بتاعته. وخصوصا اللي هي الاوبيايد. الحاجة اللي بعدها الاكتيف تليفل. هتلاقوا موضوع الاكتيف تليفل ده موجود معاكم في معظم المحاضرات بتاعت المسنين. على طول هتلاقونا بنحفز النشاط ان احنا على طول الشخص المسن ده يبقى اكتف. شخص المسن ده النشاط بتاعه لازم يبقى عالي. لازم ابعد ان هو الشخص ده يكون بتردن. نبدأ عن تقليل اللي هو الاكتيف تحبت. احنا ساعات بنامي البروغرام للاشخاص اللي هما بعد اشتار منت انما يبقى فيه بدايل او فيه وظائف تانية او ان هما يحاولوا يقضوا الوقت بتاحهم بطريقة تانية بحيث ان انا احافظ على الاكتيف تليفل. ولان هنلاقي ان تكريز الاكتيف تليفل بيسبب مشاكل تيرة جدا. زي ما قمنا مثلا الاكتيف تليفل هتا فتعمل لنا كونستيباشن وبالتالي كونستيباشن سيعمل لنا فاكال امباكشن. هتا يلاقي الشخص اللي هو بيتحرك بيبقى لتشانس بتاع الكونستيباشن اللي فيكال امباكشن اقل كتير من الشخص اللي هو بيتحرك. الحاجة اللي بعدها هي الباسرووم. الباسرووم هابت. وهم جدا ان انا لازم اخلي ان شخص الموصل ده يكون لريجولر باسرووم هابت بعد كوني ميل. لازم اديله وقت خاية ولازم يكون في بريباسي. يعني ايه؟ يعني انا ما يجيش مثلا الشخص ده يكون عايز يعمل دفكيشن. بعد كده لزغوف ما هيبدأ يعمل هولد الباول موفمينت او ان هو يحبس الستول فبالتالي بيبدأ بعد كده يحصل له فيكال امباكشن. فمهم جدا ان احنا نبعد عن موضوع هولدنج الباول موفمينت لانه من الاسباب اللي تعمل فيكال امباكشن. عشان كده لازم اوقف الموضوع هولدنج اللي هو الباول موفمينت ولازم اوفر الوقت والمكان المناسب والبريفيسي ليه؟ الالدولي عشان يكون النوم والباول تحابت بتاعته كويس. لان مع الوقت هتعمل لنا كونستيباشن وتعمل لنا فيكال امباكشن. يبقى كده ان الاسباب اول حاجة لكونستيباشن. الحاجة اللي بعدها لكستيف اوفردوز. الميديكيشنز وخصوصا الاوبيايد. الاكتفتي ليفل. الاكتفتي ليفل بتاعتنا قليلة. والباسروم هابت لو احنا عملنا هولدنج لي الباول موفمينت. يبقى احنا اول حاجة على تعريف الفيجر امباكشن. ان احنا عندنا في موجودة في الكولن او في الريكتم. وان ان هو بيحصل مع الاشخاص اللي هم المسنين اكتر. وعرفنا ان هو الموضوه ده يعمل لنا سيفير الناس لو ما تعالكش. وممكن يوشغل لغاية الدشوة. عرفنا الاسباب بتاعه اللي هقولنا ان هو الاكتفتي بايشنز اللي هو الاكتفتي ليفل. وان اديكوت باثروم هابت. طيب الشخص اللي هو عنده فيكال امباكشن. هييجي بايشن. اول حاجة الباشنز ده ممكن ييجي لنا ان هو اصلا كان عنده كونستيباشن زي الفترة. وبعد كده بدأت بتصهر عليه بعض المشاكل. ان يكون فيه فريق وطريق ديورية بيحصل ليكوت. او في ديورية او سطول بيحصل ليكوت مع الكافنج او الايه ممكن يحصل له ابدومينالبين. ممكن يحصل له ابدومينالبين. ممكن يحصل لطمك بين. يحصل له هارتبين. نيوزيا. وامتنج. دهيدريشن. ان الباول موفينت بتاعته قليلة. بالتالي الايتنج بتاعه بيبق قليل. وفي الغالب معظمهم زي ما قلنا في اول حاجة خالص ان هما هيدونا هسترين. هما كان عندهم كونستيباشن. بعد كده بدأت تظهر عليهم. طبعا بعد كده بقى ممكن يعمل لنا سوارلنج في الابدومين. طبعا الفيكال الامباكشون زي ما قلنا في الصورة الاولانية ممكن يعمل لنا كومبريشن على اليسروف. يعمل لنا لتل ارنيورن. ممكن يعمل مشاكل مع البريسنج. تاكي كارديو. ممكن يقصع بلاب بريشور. يحصل ديسنس. سويتنج. فيفر. كونفيوشن. طبعا 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 بتي حالات كتيرة جدا بتيجي كونفيوز. في القلم خصوصا المسنيين. واللا. لقي في السبب في الاخر ان هما عندهم فيك الامباكشون. وشان كده هتلاقي اكيد خط في الامباكشون. بالذات الاشخاص هما الامباكشون بيبقوا محتاجين وقت اطول في الامباكشون سواء كان في الهيستوري. والهيستوري بتشمل انا اخذ هيستوري من الامباكشون نفسه والهيستوري من الكيرجيفر اللي حواليه. الحاجة بالتانية لازم اعمل ريفيو لكل السيستم. اسأل على السيستم كله. اسأل على الشوئيتي. اسأل على الباول هابت بتاعه. اسأل على اليورين. اخبار اليورين بتاعه ايه. الفريقونس بتاعه ايه. الباول هابت نفسها اخبارها ايه. الايتنج هابت بتاعه. لازم يعمل كمان ريفيو لكل الميديكيشن بتاع الشخص اللي هو الالدلي. تمام؟ ولازم ان يجي نعمل 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 لكل السيستم اللي موجودة فيه الشخص اللي هو الالدلي. هنتكلم على كده على الالدلي عندنا. ازاي اشخص اول حاجة اللي هو الميديكال هستري. دي مهمة جدا. يعني 90% من الحالة بتاع الالدلي فيك الامباكشن. ممكن اشخصها بس بمجرد الميديكال هستري. اول حاجة هسأل. هل اخبار الباول هابت النورمال بتاعه ايه. اخر مرة راح لحمام او كان امتى. هل الستول ده كان هورد ولا كان نورمال. هل هو حصل لكو نستيبايشنز قبل كده ولا لا. ايه والاكستيف اللي هو بيستخدمها. كمان هسأله على كمية الوطر كمية اللي بيستخدمها. كمية الفايبر اللي بياخدها. الميديكاشنز بتاعة العين ايه زي ما قلنا. يبقى من الميديكال هستري. سعين في المائة او اخطأ كمان حالة الفيكال امباكشنز. ممكن اشخصها بمجرد بس بياخد هستري. بقعد هستري من البايشنت واخد هستري من الكيرجيبرز. كيرجيبرز نقصد بيه الشخص اللي هو الفينجرز. ونسورت الفينجر في الريطم. ونشوف هل فيه فيكال امباكشنز في اي مشاكل تاني. الاكستري. الاكستري طبعا هتشخص لنا زي ما هنشوفها في الصورة دلوقتي. السجمويدسكوبي. السجمويدسكوبي ده اه طبعا بيشخص لنا. ده الايه حالات الايه اللي فيكال امباكشنز لو احنا احتاجناها. لو احنا ما قدرناش نسخشخص بالميديكال هستري. ممكن استخدم ايه كمان اللي هو استخمويدسكوبي. استخمويدسكوبي كمان بس بس هشخص لنا الفيكال امباكشنز. ده كمان ممكن يقول لنا لو كيه اسباب اه للفيكال امباكشن. ده المنزور تاله هو الاكستري زي ما تشايفين عندي كده في فيكال امباكشنز. في الهوستورتين عندنا في دستانشنز في الكلون. دستانشن رهيب شوية. اه طبعا فيه موجود او موجود ده بيشخص لنا الايه اللي هو الفيكال امباكشنز. ازاي اعالج الفيكال امباكشنز. لو احنا عندنا فيه فيكال امباكشنز او احنا عندنا فيه هارد ستول. بتاعتنا لازم اول حاجة انا عندي فيه لازم اشيل الاول اللي هو الهارد ستولي الموجودة دي. بعد كده ارجع البو الحبط لطبعته. امام هنشيل ازاي الهارد ستول ده هنطريق اول حاجة الانما. الانما دي ان انا بدخل ضي ديفايس كده من الهوائل رقطه وبابداء ادخل الهوائل رقطه وبابداء ادخل الهوائل بالتالي الستول يقدر يحصل له expulsions او يقدر اللي هو الهو يبص اللي هو الستول ده خارجي طيب نفترض ان الانما دي ما اجبتش رسبونس وساعتها نحتاج مانوال بايه تس امباكشن ومفروض ان الانما دي لها بروكوشنس لازم اكد مثلا مفيش عندي بروكوشنس مفيش مستف همرل مفيش بايل مفيش فاشرس عشان خاطر ما يحصلش ايه قبل ما نعمل هو الانما ونفس الكلام اللي فيك هي تس امباكشنس ممكن يكون هارد وممكن يعمل مشاكل لاشان كده لازم بيتعامل بيتعامل بيه اللي هو الهلس كير ووركورز وبيكون بيستغد بنعمله سجنت ليه ويمستغد منه اللي هو الابراكانت كويس وشان ما يعملش ايه كومبليكاشنس ليه تماما يبقى قلنا التريتمينت بتاعتنا اول حاجة عندي ان انا لازم الاول اعمل التريتمينت عندي اول حاجة لازم اشيل اللي هو الهارد ستوز كان بالانما اول هو اللي فيه بعد كده بعد ما عملت كده هبدأ ان ارجع الباول هاو بالنورمال امام ده نفس اللي هو الكلام اللي احنا قمناه انا رجع الباول بعد كده بني مرجع على الكلام لازم اول حاجة ان اتأكد ان انا فيش عندي فيه ساكن بقى بالمانوال او بالخوى الانيما مفيش بروفريشنس مفيش ماسوف هيمورج مالكاد ابن اعمل ديس امبكشنس ديس امبكشنس بقى لو تعمل مانوال ممكن استخدم لوكال انسيزيا ممكن استخدم عبدومينا المساج ممكن استخدمه بالانديسكوب احيانا ممكن يعمل فيه جلس امبكشن الانديسكوب اللي هو الانيما او بالسبوزيطري احيانا ممكن يستخدم سوليوشنس ان تحط خطه في البيج او في النزو جاستريك تيوب اه ده يساعد ان هو يحصل او يعمل صوفتنك برضو اللي هو الستول طبعا المنت انسيبه على كده مورالفيدنك كويس وافويد الناركوتيكس يعني امبكشن اول حاجة ان انا استخدم ستول سوفتنر عشان حسب الدكتور اللي هو ممكن يقوله ستاي اكتف دي مهمة جدا ان يكون درينك بلنتري وفوتر ماشي يكون عندنا فيه هاي فايبرز وفيه بعض الميدسين اللي احنا بناخده لو مثلا فيه فيه عندنا مريض ماشي على الاكثر من الادوية نحاول نعمل ريفيول الماديكاشن التاعه ولو فيه دوا نقدر نستغنى عنه او لقين ان فيش فيه انديكاشن ممكن احاول ان انا اقلله علشان اقلل التشانس بتاعت اللي هو الكنستيباشن وهي الفيكال امبكشن كلمنا على الفيكال امبكشن قمنا ان ايه فيكال امبكشن ان احنا عندنا فيه large heart stool موجودة في الكلن او في الريكتم ايه الفيكال امبكشن وهنا حاجة سيبير وممكن تعملينها مشاكل توصل بين لغاية الدسم بيحصل اكتر في الناس اللي هم الالدني قمنا اسباب الفيكال امبكشن او الحاجة الكمستيباشن الاكستيباشن الابيويد ميديكاشن امبكشن 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 ممكن الهيستري تيكينج من الابدومنال بين ابدومنال تستنشن كان يحصلوا ريتن ريتن تنشن كنفوجن فيفر قلنا الهيستري تيكينج عندي اول حاجة بالهيستري تيكينج بعد كده ممكن اعمل اكتراير اللي هو الابدومنال تستنشن وطبعا ممكن استخدم الايه اللي هو السبميدوسكوب ماشي بعد كده عرفنا ازاي اعالجوه وقلنا اول حاجة لازم اشيه ده سواء كان بالانمال او بالمانوالس انبكشن بعد كده برجع البول هابد لنورمال ويعرفنا ايه اللي هو البرفنشن بس السلايد دي بتوضح لنا كده ده الاولانية اللي هو نورمال كولن كولن موصوب بعد كده بدأ يتأثر شوية بدأ يسوق حالته وهي ايه وهكذا الاموشن بتاعته ايه بتعمل لنا اكتراير عن منظر روائل كولن احدان هم مشاكي دي مستشتد ذ Garagəsson ykkur الغ من الغTime شوية در سمي أمين فيور السلام سوري أكثر أنقل ويضًى المستشعر من من ممكن تنموعة دى خاطة سواء مكاكي دكم مستشعر كلمة عرفة سواء أي شكرا سرعت كالي سوري